موسيقى صباح الخير أهلا وسهلا بيكم حلقة جديدة ببرنامج تفضل عندنا نهاردة هنعمل مساقع بالبشامال مع صصة طماطم بس بطريقة جديدة شوية هنعمل حشوة الفراخ وحنعمل كمان للناس اللي صايمة طبق عدس كده ميكس حلو جدا بالطماطم وحنعمل زبادي بتوت آيس كريم كان كذا حد طلبه مننا طيب تعالوا مع بعض نشوف حاجة المساقعة تفاصيلها كتير ومقادرها كتير بس كلها حاجات سهلة جدا عندنا هنا بتنجان مقلي وفلفل مقلي وبطاطس مقلية كلهم حلقات زي ما انتو شايفين كده خلاص بصوا طبعا بنصفيها من الزيت كويس قوي عشان ما تبقاش فيها اي نزل يعني بعد لما بنقليها بنعملها بس كده عشان اي زيوت تطلع عشان ما تبقاش تقيلة وإحنا جايين ناكلها خلاص ده بالنسبة للمساقعة حاجة المساقعة عندنا طماطم مبشورة زي ما انتو شايفين هنا عندنا جبنة تشادر أصفر عندنا كمان فراخ مفرومة أو متقطع شرايح سغنانة قوي عندنا بصل مفروم عندنا خضرة عندنا جبنة متزللة وجبنة تشادر عندنا بشامال ودي حاجات البتنجان الجهزة اهي انا مقطعها عشان بس هوريها لكم بنقليه ازاي بتنجان عادي متنظف ومتقطع شرايح وبطاطس متقطع ومتقطع شرايح وكمان فلفل خلاص هحط الفلفل هنا كده وهحط معا البتنجان والبطاطس واللي حيتقلي الاول طبعا الفلفل وبعدين البتنجان البطاطس هاي اللي بتاخد مدة شوية عشان هسويها تلات اربع سوا بسوياتها اللي بتربع سوا عشان لسه هم بتدخل الفرن بتكمل سواها ماشي تبقى برضو مقرمشة معنا تمام اهو خلاص طيب هنا بقى حنعمل ايه حنعمل الفراخ زيت معلقة زيت فراخ متقطع صغن قوي ماشي اه بصو صخنا جدا تغليها هنا كده بقى وانا بشتغل فيها معلقة زيت مع ملح وفلفل اسود وتوم اهو عبارة زيت يهدى هحط ملح هحط فلفل اسود هحط توم ومعلقة زيت جوه الفراخ مع معلقة خلص وغنم زيت معلقة صغيرة وحطيت ملح وفلفل اسود هحط دلوقت فيه معلقة من التوم المفروم وقلب كده كويس قوي ماشي شايفين شكلها حلو ازاي تبلناها ملح وفلفل ومعلقة خلص وغننة مع معلقة زيت هحطها هنا كده بقى هحط معيها على طول البصلايا المفرومة شايفين شوكا عيز اقولوكو طلعها تريحة دلوقتي لذيذها جدا ماشا مش بنعمل تقريبا مساقها خالص بالفراخ بش طعمها لذيذ قويس نخلي بالنا الفراخ وهي بتتشوح اه انا عايزة ميتها تنزل وعايزها اول ما ميتها تنزل اطلحها مشي مش عايزها تتشوح اول درجة انهيش باناش فلا انا عايزة ميتها تنزل معنا مريم ايوه مريم يا مريم انا سمعيك الفضالي طيب حاول كالمينتين عندي هنا بقى التوم ده اجيب كده خمس فصوص مثلا وعندي مكعب المرأة هحطو كده ده اختياري اللي مش عايزي حط ما يحطوهوش هبتدي افروم التوم اهو اهرسه بس كده الاول ده اللي هعمل بيه سوس الطماطم هنعمل النهاردة ميكس حلو ايفي المسقه على البشامال مع سوس الطماطم اللي بتوم والخل مع الفراخ لذيذ جداً اهو كاري هعمل ايه اتنين كمان لنا هوريك وانا هعمل ايه هدي بس كده النار لان دي من الحاجات اللي بتوصل الحرارة بسرعة قوي نعمل تومتين كمان كده ونستخدمه كده كرانشي مش مفروم جاهز عشان الوصفة دي بتحبه كده لكن في الفراخ عادي احنا ممكن نحط التوم المهروز ده نحط 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 ملح وفلفل اسود واسبها تتسبك اول ما حيس انها بتبتدي تتسبك هحط لها مريم معنا مريم ايوه يا مريم ايوه انا سامعيك تفضلي هلو ايوه ايوه سامعيك يلا قوليه هلو بصي حاولي تسمعيني بالتليفون مش من التليفزين ماشي طيب هنا البشامال انا هنا مجهزينه انا بس هحطه وادوقه عشان اشوف هعمل يعني هكمله ازاي هحطه كده عشان بس يبقى كريمي كده وسخر لان طبعا هنا الدنيا سقعة اشوف البتنجان ده الفلفل خلاص بصوا الفلفل بقى شكله عامل ازاي فلفل اتقلى خلاص البتنجان بس هقلبه كده والبطاطس هي اللي ايه لحتتساب شوي بصوا ده فاضله تقلبتين ويبقى جاهز خلاص نحط بقى هنا البشامال وادوقه واشوف نقصه ايه نقصه ملح فلفل نحط له مكعب مرقة لازم البشامال يبقى متابل تدبيلة حلوة عشان يتعاملي المساقه نقصه بس لحبة ملح بس لكن هو مضبوط جدا نقلب كده بصوا بقى التماطم دي هحطلها مع علاقة الخل مع السلسة واسيبها تتسبك كويس والسلسة دي اختيارية لو عاديين تحطوا التماطم اكتر مفيش مشكلة اهو انا بحب السوس التماطم ده جدا بيدي تعمل الاكل حلوة قوي كل اللي هعمله حبة كده بس كده حبة سغنانين قوي الون بس بيقى الفراغ بس كده بصوا عامل ازاي حاضر قبل بس ما نطلع فاصل عشان احنا بس ايه هنرتب ده في الفاصل بصوا هنجيب الفلفل بس الالوان واحطه هنا كده واقلب ماشي واجيب البشامال بشامال طبعا دقيق وزبدة لحد ما يبقى لون وكده لون اللي بيج وبعدين بحطله لبن ومرقة بعمله كده وبعمل ايه بقى هحط قبل ما نطلع فاصل ونرجع تاني تعالوا مع بعض اشوف هقولوك هنعمل ايه هعمل بتنجان بطاطس بتنجان بصوا بطاطس ماشي هعمل كده خلاص نطلع فاصل هفضل اعمل بتنجان وبطاطس نطلع فاصل ونرجع تاني خليكم معاين رجعنا تاني بعد الفاصل بصوا بقى اهه انا اعملت بتنجان والبطاطس ههه زي ما انتم شايفينه بصوا اهه حاجه خفيفة قوي الطماطم اللي بالتوم والخل خفيفة قوي عايز اقول لكم بتدي طعم للمسق تحفل مزس كده وجميل قوي قوي اه نشيل بقى لسه شوية نقلت كده دي هنشوف البطاطس لسه شوية طيب هنعمل ايه هنا بقى هحط هنا جبنة كده خفيفة واحط الفراخ شايفين الفراخ عملناها ازاي شوح الاول تبناها بالملح والفلفل ومعلقة الخل مع الزيت والتوم المهروز حطناها على النار يا دوبك وهي بتتشوح حطينا عليها بصلايا ابيض مفرومة فر مناعم وبعد كده لما لونها اتغير حطيت عليها فلفل اخضر واصفر واحمر ولو عايزين تحطوا برضو فلفل سبايسي وحطينا مكعب مرأة خلاص اهو كده كده نعمل ايه دلوقتي نحط الجبنة المتزرلة كده ها كده ها كايفين رشة فلفل والبتنجين اللي بالبطاطس والفلفل بقى المهروزي كده ها كده ها بطاطس فلفل مانا فتما ما عالش يا جماعة انا بتقسف يعني عشان التليفونات واضح ان في حاجة بس نحاول تاني يعني بصوا بقى شايفين اصلا المكس الجميل ده مانا معينا الحاجة فاطمة ايوة انا سمعيك تفضلي انا سمعيك تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ازي حبيبتك عامل ايه ايوة انا سمعيك تفضلي بوكت سمعينا متليفون حاببتي قلبي الحمدلله يا حبيبتي اخبارك تمام صباح الفل يا غادر صباح الفل حبيبتي صباح الفل حبيبتي كل سنة وماما طيبة يا جميلة ربنا يخليك ربنا يخليك شكرا يا حبيبي تقلبي شكرا ليكي شكرا ليكي الرسالة وصلت يا حبيبتي شكرا بجدس بشيل بقى البتنجان والبطاطس معينا مين مش سمع رولا رانا ايوة يا رانا رانا انا معيك يا شامعيك حبيبتي طبعا خير يا شب غيبة ازايك انتي عاملة ايه كويسة الحمد لله بخير الحمد لله يا رب حبيبتي دايما شكرا ليكي حبيبي تقلبي شكرا وعايز اشكرك على كل حاجة بتعمليها تسلم ايديكي ربنا باريسيك شكرا بتجربيها طيب على طول ولا بتعملي ايه ها بتجربي الوصفات اه تفضل وعايز اعملها تصوص البربيكيو والعسل دا بطريقة حلوة كده لو حضرتك حاضر حاليا حاضر طيب نحط بقى البشامال دا كده مش عايزة كتير ماشي يعني انا عايزة بس يدوبة كده بصي الفراخ اللي عندك يا اه اللي انتي انتبليها بتشوحيها كده مع معلقة زيت خلاص و اه رايح جاي كده لحد ما تستوي كويس قوي وبعد كده انتي بتحضري البربيكيو سوس ومعايا معلقة خل او سويا سوس ومعايا رشة ملح ومعانا العسل الابيض معلقة كبيرة او معلقة ونص وتقلبيهم كويس جدا جدا و قبل ما تحطيهم على النار خلاص عشان الاسوس البربيكيو يسيح و قبل التقديم بتقوم يحطها على طول على الفراخ المشوية عايزة اقولك بيبقى طعم فعلا لذيذة او يا حط دا بقى في الفرد كده خلاصنا وصفة المستوية عايزة اقولوك هي مستوية وجاهزة خلي بالكو هي مستوية وجاهزة كل بس اللي حنعمله ان احنا بنحمر البشعمال بتاعنا نحط بقى دول كده على جنب ماشي و معينا هنا الحلة اللي حنعمل فيها الوصفة الصيامي بتاعة العتس الوصفة الصيامي عبارة عن ايه عتس بني و عتس احمر جزر مبشور بصل توم وبصل مقلي و مكعبات مرأة خضار و عندنا بصل اخضر و كرفس و صوس طماطم هنعمل ايه هنحط معلقة زيت بما ان فيه هنا زيت مطرح وبطاطس وبتنجان وفلفل هنحطه عشان ما نهضرش زيت تاني ماشي اهو بما ان فيه خلاص نستخدم اللي موجود طالما هيبقى مطرح وخضار فمش بيبقى زفر خالص نجيب بقى معلقة نظيفة كده نحط فيها التوم المهروس والبصل الوصفة دي تعمة جدا على فكرة التوم المهروس والبصل و مكعبين المرأة خلاص ومعاهم الجزر حيسكرها جدا بس ايه اه عايزة بس البصلية تحمر شويه اهو كده بصو بصو البصلية اهي نقلب نرش رشة كمون مع السبع بهارات ونسيب الجزر يتشوح كويس قوي عشان ينزل ميته فيدينا السكر اللي انا بقولكو عليه طيب طيب نحط بقى العتس ممكن نعمل كوباية وكوباية او نص كوباية ونص كوباية لا لا لسه لا لسه حبا حلوين نشي بصوا بقى هنقلب كده ونقوم حاطين الكوباية التانية بشكل كده هتكبر الحلة عشان بسه طبعا العتسة هينتش نقلب كويس جدا ونطلع فاصل ونرجع نكمل وصفك العتس خليكم معنا رجعنا تاني بعد الفاصل بصو بقى العتس تعالوا نشوفو كده مع بعض حطينا ايه حطينا البصل يتشوح كويس قوي مع التوم لما تشوح كويس مع معلقة الزيت والبهارات حطينا الجزر المبسور لحد ما نازل كده ميته كويس رحت حطى العتس البني مع العتس الاصفر وبقلبه بمهو دلوقتي وحطيت معلقة سوى ان انا قوي من السلسل اللي انا نسبكوها دي فاضل ان انا احط البصل الاخدر كده ها ننشي والفرفس حبه كده خلاص ومعلقة صغنانة من الفلفل والخضرة كده حبه صغنانين من كل حاجة عادي اقولكو طبق مت كامل وتعم جدا وطبعا صايمين الصايمين هو لذيذ قوي خلاص حبت دي بقى حطله الطماطم مع الصالصة مع معلقة صغيرة من الصالصة وطبعا ملح وفلفل اسود واسيبه يتسبك وبعد كده حطله مية يستوي مش هياخد بقى خمس دقيقة سوى بعد لما اعمل كل الحاجات دي قمت له بس ملح وفلفل اسود خلاص اهو تسبكت اصلا لان الحالة طبعا كتسخنة قوي الكوباية العكس بمعاد الكوباية رز فهنحط هنا كوباية ونص ليه لان فيه خضار وفيه تماطم اتحطت فانا هحط كوباية ونص مية معانا الحاجة فاطمة ايوة حاجة فاطمة ايوة حاجة فاطمة ايوة انا سامع حضراتك ايوة انا سامع حضراتك خبيبتي قلبي معلتي الخطاءاتها اوه يا حبيبتي خبيبتي الخطاءاتها يا غادة معلتي انا عندي احتكم في الظرر انت عارفة الكعكت نفتحها من ساعتها واخدين بل انا عايزة اقول للماما كل سنة وهي طيبة اللي خلي فيت اجمل واقدب واحلى بنوتة صرف على بنات العالم العربي كلهم ايوة يا حبيبتي ربنا يخليك يا رب يا رب يعمى عنك ريوني الحقودين والحاسدين يا حبيبتي لان انت اللي زيك بيتحسد سلام يا غادة شكرا يا حبيبت لسنة وكل ام مكفحة بسرف وباخلاق ورب الصح والله العظيم كل سنة وانتوا طيبين كلكم يا رب ويجعلها سنة سعيدة عليكم وماما يا غادة بجد سلامي لها قلت سلام رفعت راسي وبابوت راسها بقول لكم يا حبيبتي ربنا يخليك أولادي ودينا وكل البنات بيسلموا عليكم يا حبيبتي وربنا يحس عنك الوحيد يا رب وما يدخلت بيتك سارة ورزوك بابنين حلال ربنا يخليك يا حبيبت قلبي ربنا يخليك كل سنة وانت طيبة كده في الناس بتاعدي الأم قرب خلاص كل سنة وكل أمهاتنا طيبين يا رب طيب هنعمل دلوقتي الآيس كريم الزبادي بالتوت عايز أقول لكم الحاجات اللذيذة جدا وبنحبها قوي قوي هنبقى محتاجين بصوا على المقادير هنا توت وزبادي يفضل يبقى زبادي يوناني عشان يبقى ماسك نفسه كده التوت الفروزن على فكرة هيبقى أحلى من الفراش يعني لو احنا هنجيب فروزن هيبقى أحلى صوس توت كمان حليب مكسف محلة كريم شانتي مضروب كويس طيب هنعمل ايه هنا هحط الحليب المكسف المحلة يدي بس دي كده ماشي هحطه كده معه آه الفرن الفرن كويس ان انتو خدتم ملكو ده خلاص حليب مكسف محلة خلاص معينا سوس توت موجود في اي مكان من اماكن مستلدمات الحلويات خلاص 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 ما خلاص سوس ال توت ماشي الوصفة دي او الزوادي ده مزز اكتر مان هو مسكر. مشي فنخلي بالنا بس من الموضوع ده. كده تمام. احط تاني. خلاص كريم شونسي بقى. خلي بالنا في حليب مكسف محلة. لما نيجي بقى نحط الكريم شونسي اللي مع الزبادي التوت نخلي بالنا قوي. كده ولا كده احنا عاملينه لوحده. خلاص. فنقلب بالراحة خالص عشان انا عايزة يفضل الفلافي ده موجود. خلاص ما نهبطهوش. خلاص وعايزة الابيض كده الابيض في وفيه كمان توت موف عايزة الابيض في الاحمر ده. احنا ممكن بقى نطلع عفاصل. هنرجع بعد الفاصل يكون العدس ان شاء الله استوى ونقدم ده في علب الايس كريم ونطلع الصناية اللي بسقعة بالبشامال. خليكم معاكل. نجعنا تاني بعد الفاصل تعالوا بقى نشوف هنقدم اخر اه عشان الايس كريم هنا كتير شوية وعايزة اقول لكم شكل العلبة بيبقى حلو ازاي طبعا فيه التوت اللي بيبقى موف والاحمر وفيه كمان حتى صوس التوت ده في منه الاحمر والموف خلاص. ممكن نعمل من الاتنين. ها اطع ده كده بالمنظر ده. خلاص اشيت اشيت شوية منه كده. وااجيب ده. واحطه. واحاجيب. احطه هنا كده. عشان عايزة يبقى مزز جدا شايفين. بصوا بقى عامل ازاي. معنا مادام روحية. ايوة. ايوة. ايوة ده مدام روحية. ايس كريم ده يبات ليلة قبل ما ناكله. انا متأكد ان انتم لما تجربوا الطريقة دي بجد مش هتجبوه من برة تاني. بصوا بقى بصوا الجمال وهو كده فضيع بجد. بكرا ان شاء الله ان شاء الله انا هحطوه في التلاجة. بكرا ان شاء الله هورهو لكم لما يتجمد. بصوا بقى الخطوة الاخيرة دي. الحبة اللي هما الابيض. هحطوهم فوق الوش. خلاص. واحاجيب شوكة. واحعمل كده عشان يبقى ميكس ما بين الابيض والاحمر. وهحط كده. بس. وكده الزبادي. ايس كريم الزبادي بتوت بقى جاهز ان احنا ناكله. بس نحط الاول في التلاجة. طعم جميل جدا جدا وعليه مزازة حلوة قوي. حلوة قوي قوي قوي. والله احلى كمال من بتاع من بتاع بره. بجد طعمه طعم جدا. ده بالنسبة للأيس كريم. طيب بالنسبة للمسقعة. تعالوا نشوفها مع بعض. معنا مدام روحية. بصوا المسقعة اللي عملناه النهاردة في البشامال طبقه من البشامال الخفيفة مسقعوا بطاطس رسناهم زي ما انت شايفين اي مدام روحية. انا مش سمعيها. طيب. اا حاولي اتواصل تاني معلش. بصوا البشامال الأمسقع مع البطاطس المقليين. اا فلفل الالوان والبهارات وكنا نتبللها بالملح والفلفل والخلى والزيت ما ننساش شوحناها كويس جدا حطناها في النص مع جبنة تشادر وموزاليلا بعدين حطنا طبقة خفيفة من البشامال طبقة نسقعة بقى اللي هي بطاطس وفلفل اكتر وبتنجان طبقة بشامال وجبنة تشادر بالطريقة الحلوة دي اخر حاجة هنعملها هحط حبة من صوص الطماطم هيديها طعم حلو قوي الطماطم دي اللي تعاملت بالتوم والخل مشي مع الطماطم المبشورة خلاص والباقي اهول اللي حابب ان هو يزود ما تبقاش كتير فيه ناس بتحب تخفيف في الصوص ده بس انا بحب احس بصوص الطماطم كده بيبقى حلو قوي بحبه ده كمان عارفين مع ايه مع الملوخية بيبقى ظريف قوي مع الملوخية نمسحه بس كده عشان نغرب بقى العدس الصيامي اللي عايز اقول لكو طعم جدا العدس الصيامي بقى اللي احنا عملنا النهاردة هو كده تمام نحطوا كده بصوا بصوا فيه كده صاص احنا عايزينه كده بشوية صاص مش عايزينه ويبقى مفوش مرأة خالص هنجيب طبق ونحط فيه كده حبة من العيش المحمر في الزيت لو انتو حبيين ماشيه بس هيديله طعم لذيذ قوي هنحط بقى العدس الصيامي بتاعنا اللي هو عبارة عن بصل وتوم في الزيت اتشوح كويس قوي حطين عليهم جزرة مبشورة الجزرة ده بتحلي جدا الطعم لحد ما نزلت كده اللي بكر بتاعها رحت حتى كوباية عدسة اصفر وكوباية عدسة بوني شوحتهم كويس قوي حطيت تماطم مبشورة فصوصتهم مكعبين من مرأة الخضار وبعد كده رحت حتى البصل الاخدر والكرافس بصوا وبعدين حطيت كوباية من او كوباية وربع مية لانه طماطم فيها مية البصل نزل حاجات فكل ده ما يخلناش نحط كوبايتين بصوا اصلا الصوص حلوة قوي قوي بصوا عامل ازاي عايز اقول لكم بقى دي تتاكل ساعة وتتاكل سخنة يعني طعمها حلوة قوي وهي ساقة وطعمها حلو جدا وهي سخن كل طعم مختلف عن التاني ممكن نحط لوز نحلل الاكلة اكتر ممكن نحط زبيب ممكن نحط مشروم يعني ممكن نحط كزا حاجة معي نوردتكو الطريقة الاصلية بس صدقوني فعلا فعلا طعمه لذيذ قوي بصوا بقى هزوده بايه بصل مقلي هيخلي طعمه لذيذ قوي اهو ممكن نعمل كده نزوّق بالطوا كده يعني اه احنا في ناس كتير صايمة بس ده معنا ان احنا ايه ما ناكلش ايه حاجة وخلاص ناكل حاجة طعمها حلو ومفيدة وتغزينة كمان خلاص بقى انا هاخد الصاص ده كده فوق الوش جربوه بجد لذيذ قوي ميكس النوعين العدس دول هيعملوا طعم حلو قوي مع بعض نحط حبة من البقدونس وكده نكون خلصنا وصفات النهاردة اللي ان شاء الله ان شاء الله تكون عجبتكو عملنا ثلاث وصفات عملنا وصفة العدس المكس ما بين البني والاصفر وقدمناها معيش محمر في الزيت مع صوص الطماطم اللي بالتوم والخل عملنا كمان مسقع بالبشامال ومحشية فراخ مفرومة مع فلت الالوان وعملنا الايس كريم اللي بالزبادي بالتووت عيدة اقول لكم طعم لذيذ قوي قوي ده بجد لازم تجربوه بسرعة واشوفكم ان شاء الله بكرة بحلقة جديدة باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نزل التردد الجديد 11.785 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5 على 6 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة